طيب ساعات العقيد وأنا مع هذه الجملة أيضا تبعت لك المقطع عبر قناتك على يوتيوب وإمكانكم مشاهدين الكرام الاشتراك بقناة العقيد حاتم الراوي عبر يوتيوب ومتابعته ومتابعة ما ينشر وأيضا بالتأكيد متابعة حلقات السيديو التاسعة وبرامج القناة التاسعة عبر القناة التاسعة قناتنا على يوتيوب وبانتظار تعليقاتكم الجميلة دائما في جملة قلتها في أحد المقاطع أنه خامنائي على طريق سليماني ومصير خامنائي كمصير سليماني يعني أنت عم تتخيل ساعات العقيد هنا هكذا يعني يتهيئ هذا خيال مش حقيقة لمن لا يتابع حقيقة ما يجري في إيران في إيران الوضع الداخلي لا نريد العودة إليه يعني تكلمنا عنه ما فيه الكفاية أما بالنسبة للوضع الخارجي فقد أخطأ خامنائي خطأا كبيرا جدا يجعله على طريق سليماني لأن مثل هذه العقلية لا يمكن النقاش معه أو إقناعه أو تغيير خطوطه هذا جاء بهذه المهمة وسيموت وهو بهذه المهمة التي هي تضليل المجتمع الإيراني وإيذاء الجوار منذ أن وصلت طائرة الخميني عام 1979 إلى إيران إلى اليوم لا بل الذي يجعلك تقول بأنه مصير خامنائي كمصير قاسم سليماني خامنائي ما زال قويا في إيران ما زال هو الحاكم وما زالت مؤسساته تسيطر على مفاصل الدولة ومفاصل الأمور نعم أنا قلت هذه العبارة وأؤكد عليها أن من يتابع تصريحات خامنائي وتصرفاته منذ أن انطلقت الاحتجاجات في إيران ويطابقها مع ما صرح به بشار الأسد وما طبقه ونفذه في سوريا تجد تطابق كامل لذلك أنا أرى أن مثل خامنائي ومثل بشار الأسد هم عبارة عن صناديق سوداء لأسرار كبيرة جدا من التآمر لا يمكن تركهم أحياء ولا يمكن تركهم في الحكم لذلك أمر طبيعي جدا هو إطلاف هذه الصناديق لذلك وكان قاسم سليماني أحد الصناديق السوداء فأتلف هذا الصندوق الأسود الذي هو قاسم سليماني والآن لدينا صندوقان باتجاه الإطلاف خامنائي وبشارنا طيب ترجمة نانسي قنقر